السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي وللإجابة على السؤال هل يصلح التين للسكريين الحلوين اللي دمهم زي العسل هل يصلح أم لا يصلح أقول يصلح ولا يصلح يعني في شروط وإن شاء الله رح نشوف مع بعض ما هي الشروط وشو الأسباب اللي بتخلينا نضع شروط لتناول التين وإن شاء الله أيضا رح نشوف مع بعض ما هي الفوائد اللي بيستفيدها جسمنا من التين طيب يا دكتور مهو فيه سورة في القرآن الكريم سورة التين وربنا سبحانه وتعالى أقسم بالتين وأقسم بالزيتون ولولا أهميته ما كان أقسم به الله سبحانه وتعالى ما فيه اختلاف أنه لما ربنا سبحانه وتعالى يقسم بشيء فهو شيء عظيم هذا ما فيه على اختلاف لكن لما نيجي لقصة السكريين الحلوين اللي دمهم زي العسل العنب مثلا مذكور في القرآن الكريم 11 مرة مرتين بصيغة أو بكلمة عنب أو عنبا وتسع مرات بكلمة أعناب فهل يصلح للسكريين ما احنا عارفين أنه العنب لا يصح للسكريين حتى لو ذكر في القرآن كذا مرة واللي بده يعرف تفاصيل أكثر عن العنب هذا فيديو العنب موجود في قناتنا في اليوتيوب بإمكانكم مشاهدته بحث في التفاسير فوجدت أنه بعض التفاسير تقول أنه تين هو عبارة عن مسجد دمشق أو دمشق وأنه الزيتون هو عبارة عن بيت المقدس وحسب قولهم أنه هذا لأنه لبعده إجاء مكان وبعده مكان فالله سبحانه وتعالى أقسم في مكان 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 أربع أم كذا والله سبحانه وتعالى أعلم ومعظم التفاسير ورأي جمهور العلماء على أنه التين الذي يؤكل والزيتون الذي يؤكل وأيضا الله سبحانه وتعالى أعلم وقد يذكر البعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قال أنه التين هذا من فاكهة الجنة لو كان في فاكهة نزلت من الجنة لقد قلت أنه التين وأنه بعالج النقرص وبعالج البواسير الألباني رأيه في هذا الحديث على أنه حديث لا يصح أجاب على سؤال أحد السائلين وقال سأله هل هذا الحديث موضوع ولا ضعيف قال له أنا اللي أعرف أنه هذا لا يصح يعني غير صحيح أما من أنه ضعيف أو غير ضعيف أو موضوع فارجع للكتاب اللي ألفته ألا وهو سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة فهو لا يصح فإخواني وأخواتي نتأكد من الأحاديث قبل ما نؤمن مثل ما تورثناها مثلا أو سمعناها في أحاديث موضوع كثيرة فننتبه إن شاء الله والله سبحانه وتعالى أعلم وطبعا ما بدي أدخل في جذل في هذا الموضوع الأفضل أن نركز على حربنا على السكري ونشوف علميا وتطبيقيا هل يصلح التين للسكريين الحلوين لهم زي العسل أم لا يصلح اسمحوا لي قبل أن أكمل أن أشكر أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا للعائلتنا في اليوتيوب أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سيبدأ بتحدي السكري وينضم إلى هذه العائلة إن شاء الله لو أخذنا 100 غرام من التين أحيانا بيكونوا 100 غرام ثلاث حبات وفي الأغلب بيكونوا حبتين حبتين أو ثلاث حبات يعني من هذا القبيل 100 غرام للي بيحسبوا السعرات الحرارية السعرات الحرارية 75 مؤشره لقليسيمي 40 يعني ما رح يرفع السكر بسرعة وهو في السليم أهم شيء عندنا اللي هو كمية السكر في 100 غرام كمية السكر في 100 غرام 16 غرام يعني ثلاث مكعبات وشوي سكر خمسة منهم غلوكوز هذولا رح يطلع على الدم فورا خمس غرامات منهم فراكتوز وخمس غرامات غالكتوز وسكروز وسكريات أخرى موجود تقريبا فيهم غرام واحد مجموع الفراكتوز مع الغالكتوز على بعضهم بيصير عندنا 10 غرامات من الفراكتوز ومن الغالكتوز الفراكتوز والغالكتوز بيتعامل معهم الكبد الكبد فقط لكن الكبد بيحول الغالكتوز أسرع من تحويل الفراكتوز إلى غلوكوز يعني بيحولهم اثنين لغلوكوز لكن الغالكتوز بيتحول أسرع من الفراكتوز لكن هل هذا يعني أنه ما ناكلتين لا رح ناكلتين لكن عشان هيك أنا قلت بدنا ناقله بشروط وطبعا إذا كانت الخلية مليانة بالدهون أو مليانة بالطاقة ومش محتاجة سكر ولا محتاجة طاقة الكبد ما بيضل عنده إلا خيار واحد ألا وهو تحويل هذا السكر اللي إيجاه إلى دهون وإلى دهون ثلاثية وهذا فيديو عن ليفركتوس وأضراره موجود في قناتنا في اليوتيوب بإمكانكم مشاهدته وكما أقول دائما جرب بنفسك يعني كل ميتة غرامتين وشوف برفع لك السكر ولا ما برفع لك السكر فيه في الأردن ما بعرف إذا موجودة في الدول العربية الأخرى ولا لا لما نروح نكون في الأسواق مثلا وبيعين التين وخاصة في موسم التين أول ما نسأله عن التين على طول ما أخذ حب التين وبيحلف عليك يمين أنك لازم تاكم أنا عن نفسي إذا أكلت هذه الحبة من إيده إذا أكلت الحبة هاي هذاك اليوم ما باكم خلص بكافي خاصة إذا كان التين كبير والحبة تكون حلوة يعني مذاقة حلوة كثير خلص أكلت حبة كافي فإذا بتتحكم بأكلك بالتين مش تكثر منه ما فيه أي مشكلة جرب بنفسك وشو شو النتيجة اللي بتحصل معك وإذا بدك تكثر منه يعني تاخذ زيادة أربع حبات خمس حبات ست حبات برضو كل وشوف هل أثر على جسمك مثل ما بيأثر على جسمي ولا لا هل رفع لك السكر أم لم يرفع السكر وإخواني وأخواتي أنا هون بتكلم عن التين الطازج التين الطازج مش المجفة التين المجفة أو الفواكه المجفة كلها بشكل عام الكمية السكر اللي موجود فيها أضربه بثلاث يعني لما قلنا التين مثلاً في 16 هذا الميت غرام من المجفة فيهم 48 فهذا ممنوع هو أو أي نوع فاكه مجفة آخر رأيت في الإنترنت ناس كثير بتقول نقع التين في زيت الزيتون وتناول حبتين أو ثلاث حبات كل يوم أنا عن نفسي ما جربت وما عندي معلومات عن هذا الموضوع ومراح أجرب طبعاً ليه؟ لأني بعرف أنا وماشي على نظام اسمه درهم وقاية خير من قنطار علاج ليش أرفع السكر وأنا عارف أنه فيه ثلاث أبعاث كمية السكر اللي موجودة في التين فما بلزمنيش وما عندي عنه أي معلومات وفيديوهات أخرى بيقول لك لا انقعوا بمي وكلوا مع العسل طبعاً للحلوين اللي دمهم إذن العسل هذا مستحيل مع لقة العسل الوحدة فيها 17 غرام سكر فمشكلة فبالنسبة إلي أيضاً لم أجربه وما عندي عنه معلومات لكن بسبب الفوائد اللي موجودة فيه وإن شاء الله أنا رح أذكرها لكم الآن أنا بتناول التين لكن زي ما قلت بتحكم في الكمية يعني حبتين ثلاثة بالكثير أثناء الموسم بس في اليوم ومش كل يوم يعني مثلاً باشتري التين في الأسبوع مرة خلاص باكل اليوم وباكل بكرة بعد باقي الأسبوع نسان ما في داعي كل يوم تين 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 وإحنا طبعاً عادتنا لما بناكل شغلة على طول لما يكون موسمها بنكثر منها إذا حبناها ليه؟ لأنها بتسعدنا وطعمها لذيذ ومغذية وكذا بالكمية يعني حبتين تين مئة غرام باليوم ما يزيده نهائي مهما كان إذا بتتحكم تفضلوا كل التين أثناء موسمه حتى لو بالدقية ثلاث مرات أو أربع مرات في الأسبوع أول فائدة إله هي ليونة ومساعدة الجهاز الهضمي ممتاز جداً لعلاج الإمساك ممتاز جداً لعلاج الإمساك وخذها الوصفة يعني لما يكون عندك إمساك اللي بده يتخلص من الإمساك ملعقتين أو ثلاث ملاعق من زيت الزيتون يأكلهم مع حبتين تين ويستنى لكن مهم جداً إنك تعمل التوقيت التوقيت متى تذهب إلى بيت الخلاء لازم يكون محدد هذا كل يوم وحتى لو عندك صعوبة في أول يومين ثلاث راح تلاقي إن الأمور نحلت إن شاء الله لما تستخدم الزيت أو حتى السمن البلدي مع التين حبتين تين يعني الصبح على الريق مع ملعقتين أو ثلاث ملاعق زيت أو ملعقتين من السمن البلدي وتنتظر وتنظم الوقت وتشرب مية دافية عشان تمشي معتك فإن شاء الله بتتخلص من الإمثال التين مضاد للالتهابات إلو أثر كبير في تقوية جهاز المنع مهم جداً لصحة العظام ممتاز لصحة الجل بعض البحوث تقول إنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان لكن هذه مش مؤكدة مئة بالمئة قرأت قبل سنوات بحث موجود في الإنترنت عن بعض العلماء اليابانيين من ضمنهم عالم مسلم إنه ليش التين مذكور في القرآن الكريم مرة واحدة والزيتون سبع مرات وأثبتت بحوثهم حسب الموقع وحسب المقال المكتوب إنه تناول حب التين مع سبع حبات زيتون يضاعف فائدة الزيتون ويضاعف فائدة التين هو ليش التين مفيد جداً؟ مش لأنه معادنه كثيرة وفيتاميناته عالية جداً لا هو لأنه غني جداً بمضادات الأكسدة وجسمنا بيحتاج أحماض أمينية فيه ثمن أحماض أمينية وفيه جدال على التاسع لهوليستدين هذا بعطينا 18 نوع من الأحماض الأمينية اللي بيصنعها جسمنا واللي بيحتاجها جسمنا كل الأحماض الأمينية الضرورية موجودة فيه وزي ما قلت الفيتامينات اللي فيه مش كثيرة يعني مش عالية جداً من حاجة جسمنا اليومية أعلاها فيتامين بي 6 بعطينا 8% من حاجة جسمنا اليومية والباقي زي ما أنتم شايفين أمامكم على الشاشة بي 5-6% بي 1-5% وهلما جرى لكن فيه فيتامين كي موجود فيه 4% من حاجة جسمنا اليومية وأيضاً مش غني كثير بالمعادن أعلى شيء فيه اللي هو المنغنيز بعطينا 6% وفيه 5% من حاجة جسمنا اليومية وفيه 5% من المغنيزيوم ومن البوتاسيب 5% من الكالسيوم 4% ومن الحديد 3% والباقي كله أقل من 2% وإذا بدك تعرف بالضبط قديش هي حاجة جسمك من الفيتامينات والمعادن هذا الفيديو موجود في قناتنا في اليوتيوب بإمكانك وبإمكانك مشاهدته إلو أضرار؟ لا ما إلو أضرار إذا أخذناه بكميات قليلة ما إلو أضرار وطبعاً اللي عنده حساسية للتين أو أي طعام آخر الأفضل إنك ما تتناول كثرة تناول التين تسبب الإسهال فما تتناول تين بكميات كبيرة يعني كل بشكل معتدل وفي أحياناً بيقول لك هذا لأنه فيه فيتامين كي يؤثر على ارتفاع ضغط الدم على أدوية ارتفاع ضغط الدم اللي بأخذ أدوية ضغط الدم بيأثر عليها وبتعارض معها فليش نكثب؟ إذا أنت أخذت حبتين إلى ثلاث حبات من نفسك أثناء موسم التين ثلاث مرات في الأسبوع ما في أي مشكلة إن شاء الله بس مش نروح زي ما كنت زمان أنا لما يعني يجي موسم التين وخاصة إنه صعب نجده في ماليزيا وفي جنوب سرق آسيا إلا مستورد ولازم نروح على سوبر ماركت معين لما كنت أشتري التين علبة كاملة كيلو أخلصها لا ما تعمل هيك لأنه هذا مشكلة وبيرفع لنا السكر وبيجي بيننا مشاكل أخرى بعضكم سألني عن أوراق التين هل تخفض السكر أم لا؟ أولا أنا ما جربتها ليه؟ لأنه أنا عندي مبدأ ليش أنا أرفع السكر أرفع السكر عندي يعني وبعدين أدور على إشي ينزله لا ما فيه إلو داعي فإن شاء الله راح أعمل بحث إن شاء الله عنها وإن شاء الله بعطيكم الفلاصة بإذن الله وبعد هيك بنرفع فيديو على اليوتيوب للي ما حضر إن شاء الله يشاهده فيما بعد ومثل برضه لحليب التين المادة اللي بتخرج من التين المادة البيضاء هاي اللي كانوا يستعملوها حتى تقضي على الثآليل مثلا أو مسامير القدم هذي كانوا يستخدموها زي هيك والآن في مواد مصنعة من هذا بالإضافة لمواد أخرى عشان تعمل كملين حبوك كملين وإن شاء الله راح أعمل بحث عنها وأوفيكم بالصافي بإذن الله سبحانه وتعالى إخواني وأخواتي لازم ننتبه لأكلنا وندير بالنا من أكلنا ونأكل بوعي لأن معظم مشاكلنا الصحية هي من الأكل وإذا عدلنا أكلنا إن شاء الله بتنحل معظم مشاكلنا الصحية وإلى إخواني وأخواتي السكريين الحلوين اللي دمهم زي العسل اللي مدمنين على الأكل وبيأكلوا كل شيء وما بيحس محساب لأي شيء وبأكلوا كذا مرة في اليوم وما بتحدوش السكري نهائيا ولا حتى بفكروا أنهم يتحدد السكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحدد السكري وتحمي نفسك من عواقب الوخيمة متى؟ ونصيحة إذا استطعت أنك تلعب رياضة في الجيم مارس الرياضة ممتازة لصحتك وإذا ما بتستطيع مارس رياضة الجري وعلى أقل تقدير المشي أشكركم على الحضور وحسن الاستماع بارك الله فيكم ومرة أخرى أشكر أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا للعائلة في قناتنا في اليوتيوب أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إلى هذه العائلة إن شاء الله ولمن يشاهدني لأول مرة معكم أخوكم الدكتور علي القاسم وإذا حاب تتعرف علي أكثر ففيديو التعريف عني وعن عملي موجود في صندوق الوصف وإذا حاب تعرف شو رح تفيدك هذه القناة وشو رح تتعلم من هذه القناة اتفضل أشاهد هذا الفيديو في هذه القناة إن شاء الله رح تتعلم تقريبا كل ما يخص السكري وكل ما يخص الهون الثلاثية وكل ما يخص ضغط الدم وكل ما يتعلق بالسمنة اكتشفت إنه عندي سكري بالصدفة في سنة 2007 بدأت أخذ أدوية في 2011 وفي 2017 انتهى فيي الأمر إنه أخذ أربع أنواع أدوية وكان فحص التراكم عندي عشرة وسبعة بالعشرة مع أربع أنواع الأدوية بسبب عدم التزامي بحمية معينة وما بديرش بالي على الأكل فقررت ترك الأدوية وتقريبا درست كل شيء يأكل كل شيء بتناول وباكله درسته دراسة وافية هدف القناة بشكل عام هو أنه نعطيك منظور ومفهوم صحيح للصحة بشكل عام وبنركز أكثر على السكري وضغط الدم والكوليسترول هذا المنظور والمفهوم الصحيح رح يخليك أو يجعلك تتخذ إجراءات وبعض التغييرات الصحية الطبيعية اللي بتدوم مدى الحياة وساعة ما تعرف هاي الأمور رح تبدأ تبحث عن أشياء جديدة وعن أمور صحية جديدة إلك ولصحتك وستتخذ قرار بأنه أنت تتحكم في جسمك مس جسمك يتحكم فيك رح تعرف وتفهم مدى قدرات وروعة جسمك ليس فقط سوف تتعلم كيفية احتمال إضافة سنوات إلى حياتك الأهم أنه أنت إن شاء الله رح تتعلم كيفية إضافة المزيد من الحياة إلى سنواتك ستتعلم إن شاء الله كل ما يخص السكري وتقريبا كل شيء يؤكل ومعلومات مفصلة عنه فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة إلك وبدك تبتعد عن السكري وتبتعد عن ضغط الدم وتبتعد عن السمنة والدهون الثلاثية وما شابه ذلك وتصبح طبيب نفسك نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وبإذن الله ما رح تندم رح تتعلم أشياء كثيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى وما تنسى تفعل الجرس حتى ما يفوتك أي فيديو لأنه ممكن يكون تغيير حياتك في هذا الفيديو أو أنه يكون إجابة على سؤالك وحل لمشكلتك وما ننسى إخواني وأخواتي أنه مش المهم شو رح نستفيد من مشاهدة فيديو أو قراءة كتاب الأهم شو رح يفوتنا إذا ما بنشاهد أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأراكم في القمة إن شاء الله وبصحة وسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته